أنا كانت خبرتي دايما وشغلي دايما في كتابة المحتوى وحتى تحضير محاضراتي اللي بروح فيها سواء تركيا الرياض عجمان يعني محاضرات تقيلة تقيلة فكان دايما لما بحب أجيب معلومة نهية بسرعة عندي تشات جي بي تي وعندي بارد المحتوى اللي بيطلع لي من بارد مغنيني عن تشات جي بي تي تمام يعني أنا دلوقتي بصراحة الكونتنت اللي بيطلعوا بارد بالنسبالي جبار يعني سواء بقى بس أنا بحب دايما اللغة الإنجليزية وبعد ما باخد بس فيش وقت تبسي كده عايزكم تخلوا بالكم منه أنا كنت بكتب أبستراكت والأبستراكت دا على ووركشوب هعملها قريب فكنت بقوله خد المعلومات دي طبعا أنا بقالي معاشا أغغال بقالي أسبوع بديله داتا ويجاوبنا بديله أسئلة ويجاوبنا قلت له بقولك إيه ما تشوف لي الأفضل عنوان للموضوع دا قال لي كتب كذا 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 قلت له طب إيه رأيك في كذا قال لي بس الكلمة دي فيها كذا بص يا جماعة أنا عايزك تتعامل مع برض إن إنسان آخر أنا مش بهرج أنا بقول من واقع تجربة واحد قاعد معاك بيفهم أفكارك بيفهم أنت بتبحس في إيه بيتعلم عنك وطريقة أسئلتك هي اللي بتحرك الموضوع يعني قلت له أنا من تارجة تارجة اوديونس بتوعي كل ما كنت مفصل ودقيق وعارف تسأل سؤال بطريقة صحيحة كل ما الإجابة كانت مبهرة أقول تاني أقول تاني لبرض رقم اتنين لما يجب لك إجابة وإنت شايف إن هي كبيرة جد قل له على فكرة حتى لو تلخفنت في الجرامر يعني أنا ساعات بكتبه صورة إنجليزية هو بيفهم هو بيفهم بيقول لي إيه رأيك هلمهلك في سبعة أسطر تمن أسطر طيب ممكن تجيب لي صورة بتعبر عن 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 شوفه أنت من الآخر تقدر تديزاين شغلك كله أنا دلوقتي لما باجي أي معلومة وأنا شغال بقول له ممكن تقول لي في حد تتكلم على الموضوع ده وقاله كأن واحد معايا تقيل جدا تنين في أي حاجة بسأله وهو عالجملي فبيقول لي خد بالك فيه واحد اتنين تلاتة اربعة مش عارف ايه وهنا الحتة دي واحد اتنين تلاتة اربعة أنتو تتخيلوا إن أنا لقيت بيتكلموا عن مثلا كام مليون واحد هيخشوا ويشتغلوا في النانو تكنولوجي على مستوى العالم فلقيت ناس كاتبة خمسة مليون وناس كاتبة تلاتة مليون وناس كاتبة الفترة اللي جاية واحد مليون فأنا عايزة قلت له من الآخر هل فعلا could you answer me is there any reference about إن في حد كام مليون how many millions they will work in نانو تكنولوجي in the future الراجل قال قلت له قلت له ايه لإني فيه إجابة بتقول لي كذا 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 قال لي الإجابة صحيحة وفي سنة عشرين واحد وعشرين تم عمل بحث كذا 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 وفي الفورم دا قالوا إن هتبقى عدد الملايين إيه دا يا جماعة إيه دا يا جماعة دا إيه دا إيه الإبداع دا فأنا بقول أنا برضا هو بقى وأنا يعني خبرة حسين في مايكروسوفت آآ كو بايلوت أنا خبرتي بقى في بر آآ أنا بقول لكم يا جماعة ما تفوتوش برضا